كاركوج هي من حواضر السودان سواك المنى اه بختارك انتو كفاي مهما خطاي ملتاك شافت سواك امكنا بلادي بحبك شديد بلادي بحبك انا فترة سنار السانوية يعني فترة كان لها يعني كان لها اثر كبير جدا في تكوين شخصياتنا ماهون احنا في الفترة دي خلاص بدت شخصية الانسان بتتكون يعني انت جاي من يعني من بدايات انت داخل بدايات مراهقة وتكوين اذا كنت جاي من المتوسط وكذا لكن هنا بحصل التكوين انت بتشوف الناس هنا بالاضافة الى الانشطة الاكاديمية اللي في داخل المدرسة بالاضافة للدراسات المدرسة نفسها كان فيها نوع من الانشطة المتقدر تقول المجتمعية والمهمة جدا يعني مثلا احنا كان عندنا جمعيات في داخل المدرسة وانا كنت اعوض في اكتر من جمعيات يعني في داخل المدرسة تذكر كان عندنا جمعية الموسيقى والمسرح كان عندنا جمعية اللغة الانجليزية وكان عندنا جمعية جغرافيا وكان في الجمعية الدينية فأنا تذكر كنت أشارك أو كنت مشترك في ثلاثة جمعية في جمعتين تقريبا في جمعية اللغة الإنجليزية وجمعية الموسيقى والمسرح وأذكر في جمعية الموسيقى والمسرح كان مشرف علينا الأستاذ كمال نور الدين طنطاوي عليه رحمة الله هذا كان أستاذ بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى هذا الرجل كان أستاذ تاريخ ولم يكن يدرس التاريخ وإنما كان يدرس الحياة أستاذ كمال تعلمنا منه الكثير جدا أستاذ كمال كان من أبناء سننار وبيتهم قريب جدا للداخلية وكان يأتي يعني يذهب ويأتي المساء إلى الداخلية يتفقد الطلاب وأتذكر في فترة الخريف كان كثير من الطلاب يصابوا بالميلاريا وكان أستاذ كمال في لاندروبر عندنا المدرسة فيها لاندروبر يأخذ هؤلاء الطلاب إلى المستشفى ويقف معاهم لحد ما يعالجوهم وكذا وعليه رحمة الله سبحان الله أستاذ كمال حتى لما قاعد وجلس كان يعني أنا طبعا تواصلت معاه بعد ذاك يعني حتى وفاته قبال سنوات قليلة فكان هو من رموز المجتمع سنار ومن رموز العمل المجتمع في سنار وكان يسرف على مستشفى أو غسيل الكيلة في سنار ومجهودات غسيل الكيلة في سنار ويعني من خلال علاقاته واتصالاته بطلابه القدامة يعني وصلت عدد من الماكينات إلى مستشفى سنار وغسيل الكيلة في المنطقة كله كان قام عليه وعليه رحمة الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن هذا يكون في مزان حسناته لكن كان صديقا لنا كان صديق بمعنى الكلمة يعني ويعني في جمعية المسرح نحن تذكر ونحن في المدرسة كنا مشينا عملنا يعني قدمنا عروض في مدينة السكر في مدينة مصنع غرب السنار سكر غرب السنار ومشينا قدمنا مسرحيات في الدندر نحن الطلاب طبعا وعلاقاتنا كانت علاقات ممتازة جدا مع أستاذ كمان أيضا على ما أذكر من الأساتز اللي كان لهم دور كبير جدا أستاذ حمزة كان رئيس جمعية اللغة الإنجليزية واتعلمنا منه الكثير جدا الذي لا أنساه أن أستاذ حمزة من خلال جمعية اللغة الإنجليزية في المدرسة عملنا علاقات مع المركز الثقافي البريطاني من فرع في مدني فكان يتواصل مع هذا الفرع ويأتي لنا بالكتب والكتب اللغة الإنجليزية الكثيرة جدا وأذكر الكتب هذه كانت تحفظ في دولاب كبير جدا في شعبة اللغة الإنجليزية في المدرسة وكان الطلاب المشتركين في الجمعية أنت أي طالب من حقه يجي يطالع هذه الكتب لكن بعد ما يدفع عمليات ذكر كانت خمسين جريش اللي هي نصف جنيه وكان مبلغ كبير جدا أنا على ما أذكر أنه أنا قرأت كل الأدب اللي كتب في ذلك الوقت الأدب الأفريقي اللي كتب بلغة الإنجليزية في سلسلة كان يسموها الأفريكان رايترز سيرس هذي دار في لندن وكانت تنشر الكتابة الفارقة حتى اللي بيكتبوا بلغة غير اللغة الإنجليزية كانت ترجم لهم كتب وتنشرها باللغة الإنجليزية أذكر من هؤلاء الكتاب مثلا نشرت للطيب صالح موسم الهجرة للشمال ترجم إلى season of migration to the north وترجمت رواية الزجاق المدق لنجيب محفوظ وترجمت باللغة الإنجليزية كل اللي كتب باللغة الفرنسية أو اللغة البرتقالية ترجم إلى اللغة الإنجليزية أنا أذكر قرأت كل الأدب اللي كتب في القارة تقريبا في ذلك الوقت أنا أتكلم عن من 79 لحد 82 فالرجل كان يأتي لنا بالكتب وتقرأ كتاب وترجع وتأخذ كتاب تاني فهذه الفترة اللي أنا فتحت فيها وبدأت أقرأ فيها في اللغة الإنجليزية وربطت ليتر بعد ذاك بالترجمة ساهمت ساعدتني كثير جدا في عملي فهذه الفترة السنار السانوية وهذه الفترة أيضا كان معظم المدرسين يعني كان عندنا مدرسين مصريين في ذلك الوقت كان يؤتى بمدرسين مصريين ليدرسوا الفيزية ويدرسوا الكيميا ويدرسوا الرياضيات كان في نوع من البرتوكول تقريبا ما بين وزارة التربية والسودانية ووزارات التربية في حتات التربية وأيضا كان يؤتى بمدرسين للغة الإنجليزية وعادة هذور كانوا بريطانيين أيضا كانوا يدرسون اللغة الإنجليزية في السنار السانوية ويكونوا نعمل معهم علاقات وأصدقائنا لأنهم كانوا معظمون هما بيكونوا إما خريجين جدد أو هما خلصوا المرحلة كمل بسموها الآيبي مثلا الانترناشنال بكالوريا وقبل ما يدخل الجامعة هو بيعمل سنة جاب عندهم دي في الزات في الزات في ثقافة التعليم البريطاني بسموها السنة بسموها يعني انت قبل ما تدخل الجامعة بتاخد لك سنة مريح أنا أذكر محمد ولدي هنا بعد ما خلص 13 السنة قال لنا حاخد هذا يعني أخوذها على الساس قبل ما أدخل الجامعة فهذور كانوا قريبين مننا في العمر الإنجليز وكانوا مع أصدقائنا وكانوا نتعلم منهم فكانوا فعلا يدرسونا ده كان المجتمع مجتمع المدرسة ومدرسين مصريين أيضا علاقاتنا بهم كانت علاقة جيدة وهم كانوا مندهشين طبعا يعني سنة كانت مدينة جميلة في ذلك الوقت الحياة فيها سهلة الحياة فيها فريش الأكل فريش المطر لما ينزل في الخريف الخضرة ويعني المنطقة ذاته منطقة المدرسة بالمناسبة مدرسة سنار لما جوا يعملوا جامعة سنار وقيمت في المدرسة يعني لا أنا لا أعتقد أنه يعني تعموا كثير عشان يعملوا هذه الجامعة وأنا أتذكر كنت أقول لي واحد من أصدقائنا اللي لا يذكره بالخير هو اسمه أحمد محمد محمود أحمد أصلا كان التقين في سنار السنوية هو جاينا من من كردوفان فلاقيته مرة قلت له سنار يا أحمد عملوها مدرسة سنار عملوها جامعة قال لي يا أخي ما هي من زمان جامعة فهي فعلا سنار السنوية من زمان جامعة يعني لما كانت السنوية كانت جامعة فيهن جامعة للناس أيضا جزء من الطلاب زي ما أنا مثلا ما تكلمتها كثيرا عن مجتمع الطلاب الطلاب اللي كانوا جايين في سنار كانوا جايين تقريبا من كل يعني من كل المحافظة النيل الأزرق زي ما قلتها من الكرمك جنوبا وحتى ديما المشايخة في شمال سنار ديلا الطلاب وشرقا وغربا يعني ديلا الطلاب وحتى عندنا طلاب من جنوب السودان كانوا معنا أنا متذكر كانوا معنا أشقاء اثنين للدكتور فرانسيس دين دين أبوه السلطان دين مجوك السلطان المشهور في جنوب السودان كان معنا رينك وكوان أنا أتذكر دين كانوا معنا في داخليتنا وطلاب كتار جدا من ضمنهم أذكر أحد هؤلاء الطلاب وكان جاري في الداخلية سريره جمسريري اسمه فاكوان جوري فاكوان ده كان من أجمل الناس خطا في اللغة العربية وكان ياخد دايما جوائز يعني في اللغة العربية وكذا وديل كانوا معنا يعني من كل البلد من كل الوطن السودان الجميل كان من جنة الجنوب من الشريك كانوا معانا ناس من دارفور وكانوا معانا ناس من كردفان ومعانا ناس من شرق السودان ومن الخرطوم هذا كان مجتمع الداخلية ويعني مجتمع وما زالت بعض العلاقات ما زالت علاقات مستمرة أنا يعني هذه الفترة أنا مدين لها بكل شيء يعني تقريبا إذ علمت وساعدني في حياتي كانت لابنته الأولى في سنار أيضا هنا كان في الجمعيات الأدبية ويتعرفني هنا يعني في مرحلة من مراحل على الشعر يعني ده كان هم عندنا كان في عدد من الشعرة ونحن كان عندنا يعني يعني في كل شاب في ذلك في مختبر العمر فكونا نهتم بالشعر نهتم بالأغاني الجديدة يعني بتذكر في الوقت ذلك بدوا يظهروا فنانين كانوا بيعتبروا يعني بيعتبروا يعني حداثين جدا في زمن ذاك زي الرشيد كسلا زي محمد السلام هذول ظهروا لما نحن كنا بالذات الرشيد كسلا لما كنا في السانوي فكانت أغاني ويعني وطبعا كنا نحن كنا أكثر الناس نحب محمد الأمين أبو عرك البخيت يعني من يعني الطلاب كانوا يحبوا هذا يعني وذي الفنانين كانوا مقدرين ومبجلين في ذلك الوقت فهذه السنار جلسنا فيها طيلة هذه الفترة وسنار كان فيها زي ما قلت يعني نوع من نوع من التراث اللي خلقوا الطلاب القدامى يعني مثلا كان الطلاب اللي وكان بالمناسبة كانوا يقبل منها عدد كبير جدا في جامعة الخرطوم وبالذات في كليات الطب والهندسة فكان عدد كبير جدا وفي الكليات الأخرى فهذور الطلاب كان في كل سنة مثلا الطلاب اللي قبلوهم السنة دي بعد ما يقضوا 3-4 شهور في جامعة الخرطوم كان يأتوا زيارة للداخلية يأتوا زيارة للمدرسة ده يعني ده نوع فيه نوع من التحفيز يعني ده التقليد اللي كان سايد هما بيجوا بزوروا المدرسة طبعا نحن بعضهم بنعرفهم لانه كانوا قدامنا بسنتين مسلا يعني انت لو كنت في سنة أولا هم قدامك بسنتين ولو انت كنت في سنة ثانية هم قدامك بسنة واحدة فكنا بنعرفهم فهم كاننا من يجوا ويكونوا فاتوا الجامعة وتغيرت فيهم أشياء كثيرة طريقة لبسهم طريقة كلامهم طريقة موضوعاتهم فكان هما يجوا كأنه يصنعوا نوع من التحفيز لهؤلاء الطلاب بالذات للممتحنين يعني عشان يشدوا حيلهم السنة الجاية ورضو يمتحنوا ويدخلوا للجامعة حتى انه يجوا راجعين انت في ذلك الوقت تتكلم عن جامعة الخرطوم وعن جامعة الجزيرة وعن جامعة الجبة وعن جامعة المدرماء الإسلامية وعن محدة الكليات التكنولوجية اللي هو اللي صار جامعة أو سموه جامعة السودان وعن بعض المعاهد يعني دي كلها وبالتالي المنافسة كانت منافسة يعني قوية جدا وشرسة فإذا ما شدد حيلك ما بترقى لك مكانة يعني في هذه الجامعات وحتى البحثات المصرية أيضا لازم تشد حيلك وحتى المنح الخارجي إذا كان للمغرب ولا جزائر والتحاد السوفيتي والله أي مكان في العالم يعني كان لازم تشد حيلك عشان تلقى فرصة لهذه المنح هذه الفترة السنار السانوية يعني فترة كانت مليئة بال يعني مليئة بال زي ما قلنا مليئة بال باللحظات الجميلة مليئة بال بالدروس مليئة بال يعني بالتعلم أنا أذكر أيضا من ضمن من ضمن الأصدقاء واللي ما زالت علاقتنا ممتدة ممتدة عندنا صديقي اسمه عبدالله الشيخ هو الصحفي والصحفي والمعروف والمشهور يعني عبدالله أصلا كان هو جائنا من الشمالية من منطقة الغابة يعني مفروض لا يوزع عندنا لكن لأنه عنده أقارب فهذا كان من أحد الأصدقاء ومن أحد محبي أستاذنا كمال ومحبي في كل فترة السنار السانوية واستمرت علاقتنا يعني 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 مدة طويلة وما زالت يعني هذه العلاقة يعني مستمرة حتى نحن اشتغلنا بعد التخرج مع بعض في في جريدة اسمها جريدة الجريدة هذا كان في عام تمانية وتمانين و يعني صداقات كثيرة جدا ما زالوا الآن يعني ما زلنا نحن متواصلين يعني أذكر أنه أنا في الداخلية زي ما ذكرت لك أنه كنت رئيس عمبر وبعد شوية اختاروني رئيس رئيس يعني أحد الرؤسة الأربعة في الداخلية ونحن لما نختاروك رئيس لأنه أيضا كان فيها نوع من الميزات أول حاجة كنا بنسكن نحن في غرفة الوحدة فإنت هذه كانت ميزة وإنت رئيس الداخلية وإنت تحترم من قبل لكل الناس وإنت يعني في الاجتماعات تتكلم أذكر نحن اختارونا للرئاسة نحن كنا أربعة أنا أتذكر معنا الرئيس الأول كان المهندس سليمان محمد تحاميد من منطق الجبل موية وصديق ما زلنا الآن نحن متواصلين وأصدقاء أيضا المهندس فتح الرحمن محمود من ودهاشم أيضا ما زلنا متواصلين وأذكر يعني الجنرال الشرطة اللواء فرح عبد الله أيضا كان معنا في الداخلية وأنا لأننا كنا في رئاسة الداخلية التكتوب ويعني قبل مدة التقينا يعني أعدنا زي ما يقوله هذا التعارف في قروب جميل جدا عمله أخونا مرتضة ساتي ومرتضة من داخلية عمارة وكان معنا أيضا في السنار السنانية فهو عمل قروب جمعنا فيه وكانت لحظات جميلة أنه نحن التقينا ونعيد كل هذه الذكريات يعني بأسماء عديدة جدا كانوا معنا في الداخلية زي المهندس معتصم الهادي من أمشوكا زي المهندس يوسف حسن من أمشوكا من الشيخ طرحة يعني أسماء كثيرة جدا الآن أعدنا اللقاءات وعيدنا الذكريات الجميلة في ذكريات سننار السنوية البلد الأجمل ما يكون أنا عيني رأي داك يوها يطينيك ولي أرضي كليك والقمر الفق سوحي ضاوية البلد المخمن كتنين والناس كلها مرساوية لو شفوك بعني أكيد العالم كله حيوجب بك وأنا شايفيك من أجمل زاوية زاوية ترجمة نانسي قنقر